أهلاً مرحباً بكم مع الهندسة الفراغية والمتجهات في الفراغ سنبدأ أول حاجة نتعرف على الفرق بين النقطة والمتجهة لو قلت إرسم النقطة ألف اللي هي الثلاثة وأربعة وستة نشوف مع بعض نرسمها إزاي؟ البداية عندنا نبدأ من النقطة الأصل ونتحرق ثلاثة وحدات في الاتجاه الموجب للسينات وأربعة في الاتجاه الموجب للصاد وستة مع اللون الأزرق وكده وصلنا لنقطة ألف اللي هي الفراغ طيب لو نريد أن نرسم المتجه الذي هو ثلاثة وأربعة وستة المتجه سيمسره الشكل الذي نرى دلوقتي يباليه بداية ونهاية واتجاه يعني هو عبارة عن قطعة قطعة موجهة لها بداية ونهاية واتجاه اللي احنا شايفين لونها اسود نشوفها مرة تانية لها البداية اللي هي نقطة الأصل والنهاية اللي هي ألف والاتجاه جاي من واو إلى ألف ممكن نرسم متجهات كتير اللي بتكافئ المتجه اللي هو المتجه ألف نشوف كده مع بعض ده متجه بيكافئوا ده كمان وثالث ورابع كل دي متجهات بتكافئ المتجه ألف بتكافئوا معناها بيمتساوية معاها في الطول وليهم نفس الاتجاه يبقى لو قسنا طولهم هلاقي طولهم كلهم متساوي وكلهم ليهم نفس الاتجاه فدي كلها متجهات بتكافئ المتجه ألف مش شرطه بقى البداية بتاعته زيهم هو بداية نقطة الأصل وهم بدايتهم نقطة مختلفة لو قلنا نرسم متجه اسمه نص ألف بلاقي هو المتجه اللي بيزهر دلوقتي بداية نقطة الأصل ليه نفس الاتجاه بتاع المتجه ألف ولكن نصه في الطول يبقى نص المتجه ألف هو عبارة عن متجه جديد طوله نص طول المتجه ألف وليه نفس الاتجاه علشان الإشارة المجاب طب لو قلت سالب ألف نبص عليها كده مع بعض هو متجه متساوي في الطول مع المتجه ألف ولكن اتجاهه عكس اتجاه المتجه ألف علشان الإشارة السالب الموجودة عندنا يبقى الإشارة السالب يا شباب معناها متجه عكس الاتجاه بتاع المتجه ألف ولكن قده في الطول يبقى لو قلنا نص يبقى نص طول المتجه ألف وعلشان الإشارة موجبة بالنسبة للنص ده يبقى ماشي معاه في الاتجاه يبقى ليه نفس الاتجاه وطوله نص طول المتجه ألف طيب هنشوف مع بعض كده هوت الزوايا اللي بيصنعها المتجه ألف مع محاور الإحداثيات بيصنع زاويا مع محور سين وزاويا مع محور صاد وزاويا مع محور عين اسمها سيتا عين النهاردة هنتكلم على إزاي نجيب الزوايا قياسات الزوايا اللي بيعملها المتجه مع محاور الإحداثيات وكمان هنجيب معيار المتجه المعيار يعني طوله هنشوف الكلام ده مع بعض مثال اتنين اوجد معيار المتجه ألف يعني طول القطعة المستقيمة الموجهة اللي هي بتمثل المتجه القانون اللي احنا نشتغل به القانون اللي ظهر قدامنا بالشكل اللي على الشاشة اللي هو المعيار بيساوي الجزر نشوف مع بعض المعيار ألف بيساوي جزر قوس عليه قصة اتنين زائد قوس قصة اتنين زائد تالت مرة قوس عليه قصة اتنين نبدأ بقى نملى الأخواز ديات بالإحداثيات اللي قدامي سالب اتنين وثلاثة وستة وعن طريق الآل الحزبة يطلع الحل بيساوي سبعة وحدة طول وكده المسألة انتهت أولا طريقة المعيار اللي هو طول المتجه ولو ابتلع طول المتجه بيساوي واحد أي واسمع طالب يبقى على طول بنسميه متجه الوحدة ولمرة تانية المتجه اللي معياره بواحد يسمى متجه الوحدة نشوف مثال ثلاثة أعطيني متجه اسمه ألف بالشكل اللي قدامي سالب واحد واثنين وكاف وأعطيني كمان المعيار بتاعه بجزر واحد وعشرين عايز يعرف كيف بيساوي كام طالما هو اديلك في المسألة المعيار يبقى هنشغل القانون بتاع المعيار المتجه لو طلب المعيار هنشغل القانون ولو اداني المعيار يبقى هنشغل القانون بتاعه يعني بنشغل القانون بتاع المعيار في الحالتين لو هو كان طلبه أو لو كان مدهوني في المعيار نبدأ يلا نشغل القانون اللي هو جزر قوس عليه قص اثنين زائد قوس كمان عليه قص اثنين والتالت عليه قص اثنين ونبدأ نملك الأقواس بالإحداثيات المتجهة سالف واحد واثنين والكاف كل الكلام ده بيساوي جزر واحد وعشرين عشان نتعامل مع المسألة هنربع الطرفين اللي قدامي فالجزر هيروح يتبقى لي خمسة زائد كاف قص اثنين بيساوي واحد وعشرين نودي الخمسة بعكس التشارة يبقى كاف قص اثنين بيساوي ستاشر يبقى الكاف بس من إعداده بيتساوي موجب وسالب أربعة وكده انتهى حل السؤال محدش ينسى شباب التربيع لما نكرشه في الجنب التاني يتكرش بثلاث حاجات موجب وسالب وجزر تربيعي وبكده هي دي قيمة كاف اللي بتحل المسألة نشوف مع بعض المثال اللي بعليه الدور مثال أربعة يوجد إذا كان المتجه ألف بالشكل القدامي ده اللي هو سالب اثنين وثلاثة وستة اكتب مركبات المتجه ألف في اتجاه محاور الاحتساءات عايز طبعا مركبة المتجه ألف في اتجاه محور سين ومركبة المتجه ألف في اتجاه محور صاد وافتجاه محور عين نشوف مع بعض كده حيث مركبة المتجه ألف افتجاه محور سين اللي هو سالب اثنين اللي هو الاحداثي السيني طب المركبة ها في اتجاه محور صادي بأكيد الاحداثي الصادي اللي هو الثلاثة وافتجاه محور عين هناخد الاحداثي بتاع محور عين اللي هو الستة ده الحل اتعام وكده انتهى السؤال المركبات يا شباب اهي قدامنا اي متجه بالشكل اللي قدامنا مركبة المتجه في اتجاه محور سين باخد الاحداثي السيني اهو مركبته في اتجاه محور صاد بناخد الاحداثي الصادي اللي هو ألف صاد ونفس الكلام في اتجاه محور عين نشوف مع بعض مثال اللي عليه الدور مثال خمسة عندنا متجه ألف وبيه وطالب ناتج تلاتة في المتجه ألف ناقص اتنين في المتجه ببيه هنعوض عن المتجهات هننزل التلاتة هنكتب قيمة المتجه او المتجه ألف نعوض عنه بسالب اتنين تلاتة وستة هننزل اشهارة السالب كل اتنين ونعوض عن المتجه به الواحد وثلاتة وسالب اربعة هنوزع رقم اللي بره التلاتة على احداثيات المتجه نضرب التلاتة في سالب اتنين تلاتة سالب ستة نضربها في التلاتة هتعمل تسعة نضربها في الستة هتعمل تمنتاشر هنوزع مع بعض الاتنين مع احداثيات المتجه يبقى اتنين في واحد باتنين ونضربها في التلاتة هتعمل ستة نضرب الاتنين في السالب اربعة هتعمل سالب تمانين نبدأ نطرح سالب ستة ناقص اتنين سالب تمانية طيب التسعة يعني بناخد الاحدياسي بتاع الصاد مع الصاد التسعة ناقص ستة تلاتة التمنتاشر ناقص سالب تمانية يبقى ستة وعشرين وكده اتحلت المسألة تشوف مثال تاني شباب والمقدمة والبداية بتاعة المتجهات في الفراغ وزي ما احنا شايفين كلها حاجات بسيطة وحاجات سهلة بتاعة اعدادي واولا سنويا اختر الاجابة الصحيح المتجهة الف ناقص المتجهة الف يسوي نقطة كل طالب بقى يفكر كده هوت نخلي بالنا شباب يطرى بيطلع سفر ولا المتجه السفري ولا كل ما سبق نشوف مع بعض كده لو بصينا على الشاشة هنا المتجهة ناقص نفسه اللي هو سالب اثنين وثلاثة وستة ناقص نفسه يطرح كده الاولاني احداث السين مع بعض هيطلع سفر والاحدياس الصاد مع بعض يطلع سفر واحداث العين هيطلع سفر يبقى بيطلع المتجه السفري يبقى متجه ناقص نفسه ويطلع المتجه السفري يبقى الحل رقم به نخلي بالنا وننتبه المتجه السفري اللي هو معناه سفر و سفر و سفر نخلي بالنا متجه ناقص نفسه يبقى الناتج هيطلع سفر بتاع المتجهات وكده السؤال انتبه قاية حل شوف المسال اللي علي الدور مثال 7 اكتب متجهات الوحدة الاساسية متجهات الوحدة الاساسية اللي هي سين بتساوي نسمحها مع بعض المتجه سين بيساوي نكتب واحد يبقى في الاحداث السيني بنكتب واحد والبقين اصفر طب المتجه صاد هنكتب سفر وفي الاحلاسي الصادي هنكتب واحد وبعد كده سفر يبقى المتجه عين هنكتب واحد في الاحداث العيني في الاحداث العيني اللي هو الاخير يا شباب اما البقين اصفر زي ما احنا شايفين في الاخر واحد يبقى السين نحط واحد في البداية والبقين اصفر طب الصاد نحط واحد في الاحداثي بتاع الصاد والبقين اصفر والعين نفس كلام واحد في احداثي عين والبقين اصفر هي دي متجهات الوحدة الاساسية اللي شغالين بيها في منهج تلت سنوي اعبر عن المتجه الالف الى وسائل باثنين وثلاثة وستة بدلالة متجهات الوحدة الاساسية اللي احنا لسه متكلمنا عليها دلوقتي اللي هي السينوس وصاده العين نكتبها بالشكل ده نكتب المتجه الالف بي ساوي وناخد الاحداثي السيني اللي هو وسائل باثنين ونحط جنبه المتجه السيني وننزل التلاتة وجنبها المتجه صاد وبعد كده ننزل الستة وجنبيها المتجهين هو ده المطلوب بتاع المسألة كده عبرنا عن المتجه الالف بدلالة متجهات الوحدة الاساسية اللي هي سين وصاد وعين بس وده الحل بتاع السؤال الحاجات دي كلها بنستخدمها في المنهج واحنا بنحل الاسئلة دي مقدمة عن المتجهات بنستخدمها في حل المسائل المتقدمة اللي جاية بعد كده نشوف مثال تاني مثال رقم تسعة نكتب المتجه الالف في الصورة الاحداثية نشوف مع بعض اللي هي السلاسي المرتب هنكتب الالف بتساوي ونعمل قوس بتاع السلاسي مرتب وناخد الرقم اللي هو سبعة ونكتبه في الخانة بتاعة السين والسالب واحد اللي جنب العين نكتبه في الخانة الاخيرة بتاعة العين أما الاحداثي الصادي مش موجود نكتب مكانه سفر يبقى الرمز اللي مش موجود نحط في الخانة بتاعته سفر وده الحل بتاع السؤال أسئلة كلها بسيطة وسهلة ومنهج تافح جدا وسهل جدا جدا لو طالب سمعه في الابتداء يقولك ده منهج سنوية عامة منهج أسهل من اللي عندنا نشوف المسال اللي عليك دور مثال عشر عندي متجه ألف ومتجه به أوجد المتجه ألف به الحل بتاعها أنا سامع طالب بيقول نحن أخذناها في أولى سنوي مظبوطة شباب ديت أخذناها في أولى سنوي والقانون بتاعها هنشوف دلوقتي حسب الرسمة اللي على الشاشة اللي قدامنا يبقى المتجه ألف به بيساوي تمام بيساوي المتجه به ناقص المتجه ألف يعني بيساوي الحرف التاني ناقص الأولاني نعوض عن المتجهات نعوض عن به بواحد وثلاثة أو سالب أربعة ناقص الألف اللي هي سالب اثنين وثلاثة وستة ننفذ عملية الطرح واحد ناقص سالب اثنين يبقى ثلاثة وثلاثة ناقص ثلاثة بسفر سالب أربعة وناقص ستة بسالب عشر وكده السؤال انتهى ملحوظة مهمة شباب إن المتجه ألف به بيساوي سالب المتجه به ألف يعني لما بنعكس لما بنعكس الحرفين بنعكس الإشارة يبقى بنعكس حاجتين الحرفين والإشارة السؤال انتهى من فوق ولكن دي ملحوظة زيالة نشوف مثال تاني وجد جيوب تمام الاتجاه وزوايا الاتجاه للمتجه ألف نشوف مع بعض كده القانون اللي بنشتغل به القانون اللي قدامنا ده بيجيب لي متجه الوحدة وبيجيب لي جيوب الزوايا اللي بيعملها المتجه مع محور سين وصاد وعين بيجيب جيوب تمام كلمة جيوب تمام يا شباب محدش انسة معناها جتة الزوايا اللي بيعملها مع السين وجتة اللي بيعملها مع الساد وجتل بيعملها مع العين محدش يتلغبط وينسى دي جيوب تمام يبقى القانون ده بيجيب لنا جيوب تمام اللي هو المطلوب وكمان بيجيب متجه الوحدة وبيجيب لي كمان الزوايا لو اشتغلنا وكملنا بالآلة نشوف مع بعض الكلام ده ننفزه مع بعض يبقى احنا للوقت هنقسم المتجه على معياره هنعملش فاردة كسر هننزل فوق المتجه اللي هو سليب اتنين واثنين جزر اتنين على معياره اللي هو الجزر اقواس عليها قص اتنين وربع كل احداثي في اللي قدامي يعني هربع كمان اتنين جزر اتنين كل الكلام ده محدش ينسى بيسوي ايبقى جتا سيتا سين وجتا سيتا صاد وجتا سيتا عين نكمل يلا التوديب بالآلة هيبقى كل واحدة في اللي فوق على اربعة اللي اتنين على اربعة واثنين جزر اتنين على اربعة نبدأ نختصر يعني سالب نص ونص وجزر اتنين على اتنين كل الكلام ده بيسوي جتا سيتا سين جتا سيتا صاد وجتا سيتا عين وهي دي يا شباب جيوب تمام زوايا اللي بيصنحها المتجه مع المحاور ولو اشتغلنا بالآلة شيفت جتا سالب نص شيفت جتا نص وشيفت جتا جزر اتنين على اتنين هيتبعلي الزوايا اللي ظهرت على الشاشة اللي هي مئة وعشرين درجة وستين درجة وخمسة واربعين درجة اللي ظهر تحت زوايا الاتجاه طب اللي كتب فوق ديت اللي هي النواتج اللي فوق اللي هو السلاسي بتاع سالب واحد على اتنين وواحد على اتنين وجزر اتنين على اتنين ديت هي عبارة عن جيوب تمام الاتجاه جيوب تمام يعني ايه جيوب جيوب تمام يعني جتا الاتجاه يبقى الزوايا اللي بيصنحها مع السين وجتا الزوايا اللي بيصنحها مع محور الصاد وجتا الزوايا اللي بيصنحها المتجه مع محور عين يبقى كده جبنا الحاجتين المطلوبين مني في السؤال ده عن طريق القانون اللي تحت شباب القانون اللي تحت دوت زي ما احنا شايفين فيه كمان جاتة تربيع وجاتة تربيع زائد جاتة تربيع بيسوحت بنشتغل بقانون ده لما يكون مديني زاويتين يطلب مني الزاوية الثالثة نشوف مع بعض المسائل او المسائل الجاي مثال 12 اوجد متجه وحدة في اتجاه المتجه ألف نفس القانون اللي احنا لسه مشغالينه من شوية هو نفسه اللي بنشتغله مرة تانية القانون اللي قدامي ده بيجيب لي متجه وحدة يعني اي متجه ادهو لك اقدر اطلع منه متجه ماشي في نفس اتجاهه ولكن طوله بواحد متجه لنفس اتجاه المتجه المعطى ولكن طوله كان بواحد عشان كده بنسميه متجه وحدة وفي نفس اتجاه المتجه ألف يبقى نشغل القانون مع بعض متجه الوحدة البرمزه بالرمز يه ألف يه ده متجه الوحدة وألف يعني معناها في نفس اتجاه المتجه ألف بكتب المتجه مرتين المتجه ألف على معياره نبدأ نعوض بسالب اثنين وثلاثة وستة على الجزر أربع كل احداثي سالب اثنين تاربيع والثلاثة تاربيع والستة تاربيع وبالقال الحسبة يبقى يه ألف ويتساوي سالب اثنين وثلاثة والستة نقسمها على سبعة يبقى سالب اثنين على السبعة والثلاثة على السبعة والستة على السبع وهو ده متجه الوحدة في اتجاه المتجه ألف يعني متجه وحدة يعني المعيار بتاعه بوحد يعني طوله بوحد طيب ايه المعنى بتاع انه هو في نفس اتجاه المتجه ألف يعني يوازي المتجه ألف وليه نفس الاتجاه بتاعه ماشي في نفس الاتجاه بتاع المتجه ألف شوف مع بعض مثال تاني يقول لي المتجه الالف هنا بيصنع مع محاور الإحداثيات زوايا متساوية في القياس بيصنع مع محور السين زاوية اسمها سيتا سين ومع محور صاد زاوية سيتا صاد مع محور عين زاوية اسمها سيتا عين بيقول لي التلاث زوايا بيساوي بعض في القياس يبقى كلهم حنسويهم بسيتا عايز يعرف كل واحدة بكام هنشتغل نفس القانون اللي احنا شفناه من شوية نفس القانون دوتو شباب ده اللي هو جاتة تربيع زائد جاتة تربيع زائد جاتة تربيع بساواحد بنشتغل بالقانون ده امتى لما لاقي الزوايا اللي عندي لو عوضت بيها وكان ناتج مرهول واحد بس زي السؤال اللي قدامي او في مساء التانية لو قداني زاويتين بيصنحهم المتجه وطالب مني قياس الزاوية الثالثة لو قداني قياس زاويتين وطالب مني قياس الزاوية الثالثة هنعوض هنا مع بعض عن الثلاث زاوية كل واحدة اسمها سيتا نشوف مع بعض كده الحل فاهم حيبقى جاتة تربيع سيتا زائد جاتة تربيع سيتا زائد جاتة تربيع سيتا بتسوي حد يعني ثلاثة جاتة تربيع سيتا بتساوي 1 يبقى الجتا سيتا بس بتساوي موجب وسالب 1 على جزر 3 هنقسم الصفحة نصيني يبقى الجتا مرة بتساوي موجب ومرة الجتا بتساوي سالب 1 على جزر 3 بالقال الحسبة شفتي جتا 1 على جزر 3 هتطلع لي الزاوية هنا اللي هي سيتا بتساوي 54 درجة و44 دقيقة و2 من 10 سنية هنعمل شفتي جتا سالب 1 على جزر 3 هتطلع السيتا بتساوي 125 درجة 15 دقيقة 51 و8 من 10 سنية طبعا في المسألة اللي انه 3 زوايا متساوية وكده المسألة اتحلت يبقى لو متجه بيصنع 3 زوايا مع محاور الهدسيات متساوية هلاقي ان الثلاث زوايا يئمة 54 درجة والباقي قدامنا او 125 درجة وباقيت الزاوية قدامنا باقيت القياس قدامي نشوف مثلا تاني مع بعض عندي متجه ألف به جيم واللي عبر عن المتجه جيم بدلالة المتجه ألف به حتى نسمع طالب يقول دي احنا خدناها في أولى سنوي ازاي نفذها في ثلاثة سنوي حضرتك هتقول كده هو بوضع المتجه جيم بتساوي نشوف مع بعض اهي بوضع او نضع متجه جيم بيساوي رمز في المتجه ألف زائد رمز تاني في المتجه به نبدأ نعوض عن المتجهات الثلاثة الجيم اللي هي أربعة وثلاثة سالب أربعة وثلاثة هتساوي ننزل الكاف هنعوض عن الألف سالب اثنين وثلاثة وستة زائد ننزل الميم نعوض عن البي واحد وثلاثة وسالب أربعة مع بعض نبدأ نوزع الكاف على احدثيات المتجه والميم نفس الكلام يبقى سالب اثنين كاف وثلاثة كاف وستة كاف يلا نوزع الميم يبقى واحد ميم وثلاثة ميم وسالب أربعة ميم مع بعض يلا ناخد الأول اللي هو الاربعة ونسوي بالأول اللي هو سالب اثنين كاف زائد ميم ناخد الثاني اللي هو الثلاثة نسويها بالثلاثة كاف زائد ثلاثة ميم هنحل المعادلتين مع بعض هلاقي ان الكاف بتساوي سالب واحد والميم بتساوي اثنين مثلا نعود بقى في أول خطوة احنا جبناها يبقى الجيم بتساوي سالب ألف سالب المتجه ألف وبعدين زائد اثنين في المتجه به وكده انتهت المسألة كده عبرنا عن المتجه جيم بدلالة المتجه ألف والمتجه به لو حبينا نتأكد من الحل بتاعنا نعمل ايه لو حبينا نتأكد برافو أنا سامع طالب بيقول لي اعوض عن الجيم والألف ويهي البي ووزع السالب على الاحداثيات بتاعت المتجه ألف والاتنين اوزعها على احداثيات المتجه به ويهي نجمع المتجهين الجداد لو تدعوا الناتج بتاعهم هو المتجه جيم اللي افترى في الاول يبقى فعلا الاجابة كده صحيح شباب كده هو نكون انتهينا من مقدمة المتجهات في الفراغ وديت بتخلينا نستعد لضرب قياسي وضرب الاتجاه للمتجهات بعد كده وبقية المنهج نتمنى لكم التوفيق شكرا لكم ونحصة جاية بإذن الله نتقابل شكرا لكم